تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من انتزاع 733 لغم في مختلف مناطق اليمنى ومنها 4 ألغام مضادة للأفراد و110 ألغام مضادة للدبابات و618 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوع منذ بداية مشروع مسام حتى الأهل إلى 424 527 ذخيرة غير متفجرة وألغام زريعة بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن